السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع بعض كده في الحلقة الثالثة ان شاء الله هتبتدي برفعت وهو عند هوايدة في قلب المستشفى وبيقول لها وحشتيني جدا جدا بطريقة انا مش فهمها ولا انت كمان اما تقومي هتفهميها وبعدين بقى بيحكي لها بيقول لها الجرفطة بتاعتك وانت بلبسها على طول مع ان لونها بشع وفيها ورد ونقط بس بلبسها عشانك وشوفي كمان موجود في الجريدة مكتوب طبيب مصري يوقف لعنة الفارعنة فبيقول لها انا بقيت مشهور زي شوكري سرحان بيقفوني في الشارع ويسلموا علي فبعدين بيقول لها هو الشبح مش زي بعض جينات طبعا بتدخل الممردة بقى ومعايا حاجات كده فبتبص فيها بيقول لها ايه ده اللي معاكي فبتتلاج لك كده فبيقول لها لا انا عايز كذا وكذا وكذا روح يعطيهم بسرعة قريت له حاضر وراحت بسرعة وبعدين خرج قعد برا كده وبيشرب سجارة فاخوه جاي بقى اخوه رضا فجاي بقى من البلد علشان يوقف جنبه في المصيبة اللي هو فيها فبيقول له ازايك يا حبيبي عامل ايه وبيسلم عليه وبيحضنه وبعدين قعد حزين كده وبعدين بيقول له ايه ده انت بقى لك قدقين ما نمتش قال له انام انام ليه ده انا كل معيني اتغفل خمس دقايق احس انها هتروح مني بقوم قايم مفزوعة فطبعا قعدين بقى وصعبان عليه بيقول له طب روح نام وانا موجود قال له لا ما ينفعش فنام على كدفه كده وغطى اخوه بالجاكت وبعدين عمال يعدله الجاكت بقى اشمعنا دلوقتي لما كملت الاربعين ولا اشمعنا هواي ده ومش ماجي وبعدين بتيجي الكاميرا عليه بقى وهو رايح كده في استدعوه يعني وبعدين بيقول له ان في مؤتمر هيحصل علشان مرض هواي ده فبيدخل الراجل ده ويقول له ان هو اتنقل ليبيا في ترابلس فبيقول له ازاي ام قيل له هو كده الناس خايفة هنا يعني فطبعا بقى راح يحضر شمطته عشان هيسافر فجاسع البريد ده هوا وبيدي له البريد بتاعه بيقول له جوابات الكترة يا استاذ رفعت يا دكتور رفعت فبيبدأ بقى ياخد الجوابات وبيقلب فيها كده فبعدين فتح جواب منهم واختاروا يعني فبيفتحوا بقى كده لقى مكتوب فيه ان هو عزيزي رفعت لن استطيع ارسال المتاهات بتاعتك اتشغلي يعني اللي كان بيرسله المتاهات اللي كان بيحلاه في اول حلقة مجغول دلوقتي فطبعا بيقول للم ياجي بقى هو انا لو ما كنتش اتصلت بيكي كنت هتسفري من غير ما تقولي له انت ما بتحبيش المؤتمرات قالت له لا بس المؤتمر ده ما ما يقدرش افوته يعني فطبعا بقى ركب معيها وسافروا طبعا الطيارة هيا والمسافرين على ليبيا فبيوصلوا بقى ليبيا ترابلوس بيدخلوا بقى على المكان اللي في المؤتمر بينزله هوا من العربية بتشرب بقى فنجان قهوة كده وهو واقف موهوم ومتدايق فبيتقول له كله خير بإذن الله فدخلت تجري على المؤتمر وهو دخل وراها فبيفجأوا ان صاحبهم اللي كان في اسكوتلندا هو اللي بيعمل المؤتمر فبيقول له انت لست واسين كده حتى لو في مغنية او اي حد الناس كلها هتنتبهلك انت لو موجودين في مكان واحد وبعدين بيبدأ بقى يشرح لهم على فار نفس المرض اللي هو عنده ويدا وبيجيب لهم صور على كده وبعدين بيعرفهم ان فيه نبتة اهيا النبتة نفس المنظر اللي هو على الشاشة ورادة هي دي اللي المستخلص بتاعها بيحل المشكلة دي فبيجي في المكتب بقى قاعد فبيقول له انا مش عارف يا رفعت انت ازاي بتكبر بسرعة جدا هو بيبصله برضو ويقول له انا مش عارف ازاي انت كل مادة الوسامة بتزيد يعني فبيقول له انت لابس دبلة اه اول مرة عرف ان انت بتاخد قرار في حياتك فهي بصيت له كده وهو بصيلها وبعدين بيقول له طب انت هنا ليه بيقول له اصلا خطبتي تعبانة وجاية هي بتقول له بقى يعني هي اللي قالت خطبته هويدا تعبانة شوية فبيقول له انا عاوز النبتة اللي انت اتكلمت عنها فبيقول له دي صعبة ومش موجودة وصعب ان انا اعرف اوصل لها ام قال له هنحاول مع بعض نوصل لها باذن الله فهي بتضحك معي بقى او كده بتكلمه بالانجليزي وبعدين بتقول له انا هاجي معيك فبيقول لها لأ قالت له اللي هيصير عليك هيصير عليك فطبعا مشوا بقى هون روحوا يجيبوها ومراكبين العربية بتبصلوا كده وهو بيبصلها يعني انا جيت معاك هون في طريقهم بقى للوصول يعني فوقفوا في الحتة ديا فالراجل بيقول له مش هتكمل بينا قال له لأ انا اسف الناس اللي عايشة في المكان ده حدودها للنحية دي مش هقدر ادخل بالعربية فبينزلوا بقى وبيبصوا كده على حجارة الناس عاملينها تمثال وبيمشوا في الصحراء وبعدين ولعوا نار وقعدوا كده فطبعا هي عملة تضحك مع زميلهم اللي هو الاجنبي ده فهو بيتكلم عربي مكسر فبيلعبوا كوتشينا الكوتشينا اللي هي بتاعة الحظ وفتح الكوتشينا والحاجات دي فطبعا رفعت مش بيكتنع خالص بالموضوع ده فهم عمليين بقى يبصوا كده فبعدين بتبصوا وتقولوا هو قال لي حاجة محدش عرافها غيري انا فهو جاي بالكاشكولي اللي كاتب بقى فيه كلمة شراز وكده وقاعد بقى طبعا الكاشكول ده مش بيسيبه من ايده الدفتر ده فبعدين قال له طب تعالا ما نشوف حظك قال لا هي اللي بتقوله فهو قال لها ايه لا رفعت بيخاف ان هو يقرب لأي حاجة جديدة فقال له لا خلص انا جاي واقيم فقال له اختار ورقة فاختار ورقة فبيقلبها كده فقال له فقال له انت بتحارب حاجة في الماضي وخياره ما بين الماضي والحاضر والمستقبل فهو اختار الماضي فهو بيقول له دلوقتي فبيقول له عادي ما هو بيحارب اخوه في الورقة ام اقيل له ايه لا اه هو انت بتحارب حاجة انت مش عارف عايز منها ايه ففكر شوية كده وام اقيل له ايه اه هعدها لك طب الكارت التاني ام اقيل له اه العاطفة والحب بس الكارت المقلوب معنى كده ان انت اه هتفقد حد بتحبه اه او حد بتحبه في ازمة فاقام اقيل له ايه اه مهي ما جاي ايه للك كده انا مش لاعب وانا مش مصدق فاقاموا واقفين كده فجأة اه اكتشفوا ان القبيلة دي كلها خارجة قدامهم وبعدين بيقلهم قائد القبيلة اللي جابكوا هنا بيقلوا احنا عايزين الزهرة اللي عندكم قالوا لا الزهرة دي معديتش موجودة ومين قال لكم اصلا عليها انا هديكم اهل لغاية الصبح لو ما مشتوش هخليكوا جثة همدة وقاموا ماشيين بقى وثيبينوا فبدأ بقى جاب التشكول وقعد يفكروا يقول شراز هو ايه اللي بيحصل ومش اللي بيحصل فبعدين ماجي نامت وهم قعدين بقى طبعا زي ما قلتلكم هو فاتح الدفتر بتاعه وهنا صاحبهم عمال ماسك الورق فقال له طب تعال نتسلى نشوف فقال له ماشي فقام كده فبيقول له اختار كرت فقام اختار فقلب الكرت بقى كده وبعدين بيقول له طلع المخاوف قال له لازم تواجه المخاوف بتاعتك يعني تمشي ورا مخاوفك يعني ايه تحارب مخاوفك يعني فبصله كده في نفس الوقت سمعوا صوت واحد داخل عليهم فقاموا مفزوزين فبعدين بيقول له مين ينور النور كده واخد منه فلوس نور شعلة علشان ينور بيها الطريق ينور بيها فهم وصلوله هوا عند التلة فبعدين بقى بيقولوله خير فبيمدي لهم ايده طبعا رفعة طلع فلوس من جيبه وبيدهاله فبصلها كده واستقل لها يعني فقاموا رفعة مديله تاني فقاموا اخدي الفلوس وعينها فبيوريهم بقى بيقول له ده المكان ودي شنطة بناحتاج ادوات يعني للصحراء والمخاوف اللي فيها فبيقول له ماشي فبعدين بقى بيوريهم بيقول لهم العساس العساس ده حارس الجبل او المغارة في الجبل كده وهي فيها النبتة اللي انت عاوزها فقال له وبيقول له احنا مش عارفين هو ده انسان او حيوان لكن صوته يرعب قبيلة واللي يحب يفتح عليه يفتح عليه نور جوهنم فبعدين بيقول له لازم عمل تعويزة يعني علشان ندخل فبيقول له ايه ده هو احنا لازم نفضل تحت امر العساس ده علشان تعمل لنا تعويزة ويدينا الامر يعني قال له مش هينفع غير ما اديكم الامر فهو طبع عمل التعويزة قال لهم لا ما سمح لناش اركعوا زي فماجي وصاحبه امو ركعين لكن هو ده النورة وخليها مواطين ومغمضين وبيقول له التعويزة امواخد من الشنطة المتفجرات ديان وحطها عند باب المغارة اهيا سد ودينه لانها فرقعت فهيبدأ بقى ماجي يجي عليها التراب بتاع الانفجار هو وبتقول له رفعت رفعت وبتنادي عليه اه وقام جاري داخل بقى بالكشاف لوحده قبل ما هما يدخلوا المغارة وده انه يجري وطبعا الراجل ما دخلش لكن صحابه ماجي وصاحبه هو داخلين وراه طبعا بالكشافات والراجل عارف اللي هيحصل له فجري ما استناش انه هو يدخل معاهم حتى من خوفه الفلوس وقعت اهيا منه وهو جري وصاب شمطته وصاب كل حاجة وجري اهو ده منظر وهو بيجري هيجي صورته تاني هبقى ورها لكم دي صورة النفتة وهما بيدوروا جوه بانت في الضلمة كده بس هما مش يشوفوها في المرحلة دي وطبعا شوفو عملين يدوروا ودخلين حتة ديقة كده فجأة وهما بيعملوا بالكشاف شافوا جمجمة واحد يعني ميت فحسوا ان فيه خطر عليهم برضو فخرجوا ما لقوش اي حاجة فده بقى القبيلة قعدة كده فصاحب القبيلة بيدور وبيسأل على الراجل اللي هو كان رح لهم بيدور عليه مش لقيه فهو بيقول هو راح فين واقف بقى منتظروا ان هو يعرف راح فين نفس الوقت ده هو بيجري اهوا من حاجة خوفته سامع صوت رهيب جدا اه صوت حاجة فعلا مخيفة يعني لو انتوا سامعينها معي حاجة مخيفة شوفوا منظر رعبه هو شافه هو الوحيد اللي شافه فهتهجم عليه وبعد كده بقى اه بتتنقل الكاميرا لرفعت وصحابه هنا بيقولوا هو راح فين وبيدوروا عليه برضو كيف تقاروه فخرجوا بسرعة من الكهف عشان يدوروا عليه فخرجوا كده رفعت ميشي لغاية اه اه اثار اقدام اه قدم مش بشرية فعلا ولها زوافر جمدة وحجم كبير قوي فاتخضوا طبعا دلوقتي القبيلة تحركي تهيين ومشيين في الطريق سابوه طبعا سابوه شوفوا بقى ميجي ورفعت اكتشفوا لما وصلوا لجسطته جسطته متفرتكة يعني وحش فعلا واكلوا كله فاتأثروا بالموقف وميشي وطبعا بقى ماشيين في الصحرة ومش عارفين يروح منين وعملين يقولوا فعلا وحبهم بقى سابهم وحب ان وقعدوا مع حاجهم كده وقعدين بقى غريبة يعني وقول لها انا ما بعملش حاجة وكل يعني الموضوع اما الواحد يهتم بيه قوي 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 ممكن دماغه يقف ما يعرفش يفكر في حاجة انا كنت في مرة دماغي اتوقفت كان فيه ولد تعبان جدا واندوني علشان ان انا يعني اشخص الحكاية دي وكنت مهتم جدا جدا والتركيز الجامد قوي بيوقف الدماغ طبعا ده الولد وجيت بقى هما الاصطف بتاع الدكاترا عملين يكلموني ويسألوني فانا عادت ابصوا لهم كده وارجع بظهري وما اتكلمتش ولا كلمة وسبتهم في القوضة ومشيت حسيت ان الدماغي متوقف مش عارف افكر ومش عارف اقول لهم اي حاجة فطبعا قوة التركيز بتخلي الواحد يفقد اللي في دماغه فهنا بيقول لها الولد ده مات ومن يوميها حسيت ان انا مش لازم اتأثر قوي ويركز قوي في الحاجة اللي انا هعملها لدرجة ان انا ألغي دماغي يعني اخد شوية من الهدوء كده وهم عادين بقى كده سمعوا صوت جبار جدا يخوف بيرجي لصحراء كلها فطبعا ظهر الوحش قدامهم اللي هو ده شايفين الصورة وفعلا حجم بقى كبير جدا 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 وبيجري ناحيتهم كده اهو وقاموا هم قيمين يجروا وقام قاعد جنب النار كده وبصلهم وبعدين وهم بيجروا بيجروا هم على اخرهم عمالي نصد كده هوا بيجروا وراهم كلهم الثلاثة عمالين يجروا منه شايفين كلهم الثلاثة بيجروا فطبعا ماجي سابقاهم هو وصاحبهم لكن رفعت دخل عند الرمال المتحركة فرجله غرزت كده فبعدين يدوبك رجله غرزت وهو بقيت جسمه ورجله الثانية في الامان يعني فهو ده انه متصلب في مكانه علشان عاوز يعمل خدع ليه فالوحش ده على الحتة العالية وهم كانوا نزله تحت كده اهوان الوحش فوق اهوان وهو تحت فطبعا تراتيف صوابعه بس اللي هو ماده عارف انه دير مال متحرك فده انه واقف كده لغاية ما الوحش ام نطط عليه اهو وبينط هوا عشان يهجم عليه بكل قوته فقام رفعت مرمي كده على الناحية اللي فيها الرمال الجامدة وقام رامي نفسه فقام الوحش نازل على منطقة الرمال المتحركة وبدأ بقى يختص جواها هما بقى جريت عليه ماجي وصوتت وقالت يا رفعت فهو قام لها فوقفين الثلاثة هما يتفرجوا عليه بقى شفتوا الوحش عمال ينزل جوا الرمال المتحركة وبعدين بقى لما انتهى خالص ونزل جوا الرمال المتحركة بدأوا يمشوا ويتكلموا بقى متأثرين بالموقف جدا فبيجي صاحبهم ده بيقف كده ويقول لهم اختاروا كارت من الكروت طبعا هما مش عارفين يعملوا ايه ومش عارفين الطريق فين وبيقولهم انا شفت التلة دي قبل كده يعني احنا رجعنا من نفس المكان فبيقول لها يا ماجي اختاري كارت وقامت هي مختارة اهي بتختار كارت وبعدين خدوا منها وما تكلمش وقام حطه في نص التاروت اللي معاه ده كوتشينا وقام جاي مقلبها تاني وقال للرفعة تخد كارت فقام اختار نفس الكارت فطبعا اختار قوي وشوفوا المنظر وهو متأثر فبيقولوا له في ايه قال لهم دا كارت الموت قال لهم يعني ما بيطلع لمجموعة يبقى المجموعة دي هتموت فبيقولوا ايه لا اه مش شرط يعني ما الموت على كل الناس قالوا لا ففي نفس اللحظة جاء الصورة بتاعت بقى القبيلة كلها وهي متدبحة كده اهيا وده رئيس القبيلة هون كان لسه في الروح فقعد يحذرهم بقى بكلام مش مفهوم طبعا بيبصلوا وهو مزهول كده في نفس اللحظة دي ورفعت متأثر جدا باللي هو شايفه ومش عارف دماغه تفكر بس كده لقى شراز وراه طبعا انا قلتلكم ان شراز دايما وراه احنا كنا فكرين ان هي بتعمل كل ده بس هي اه يعني بتنجده من حاجات كده بقى رفعت يبص عليها كده وطبعا كان قاله امشي ورا ما خوفك اه بعد كده يعني اه فهو مدنه يمشي وراها وفعلا فعلا المرات دي صدق وكانت هي اللي ودته على الطريق الصحيح ماشي وراها زي في الصحرق ولا كلمها ولا نتع ليها ولا اي حاجة هو ماشي وراها فدخلت هنا المغارة اهيا وهو بقى هيدخل وراها قبل ما يدخل وراها لقى الشنطة بتاعة الرجل اللي هو كان دلوه مع المغارة دي اكتشف ايه دخل طبعا بالكشاف وهي بقى تدلته على الطريق الصحيحة هو اكتشف الوردة طبعا ما يجي هنا عملت دور عليه فهي راحت تمشي وراه يعني عملت نادي عليه وتقول له يا رفعت يا رفعت تمشي وراه بس مش عارفة هو راح فينه وكان سابقها فشان في النبتة هي اللي هي مطلوبة فقام عامل ايه بقى قام واخدها وقام حاطة المتفجرات دي تاني في جميع اماكن المغارة بالسلك بتاعها الطويلة هوا فراح عند حتة محطوط فيها حجارة كتير كده وسمع صوت الحاجة دي فلاقى مولود للحيوان ده فقال ده ما كانش بيحرس الوردة ده كان بيحرس ابنه في نفس الوقت سمعنا صوت جبار وهو رجع تاني انا مش عارفة هو رجع ازاي بصراحة اتفرجت على المسلسل مش عارفة هو رجع ازاي من رمال متحركة بس هو جاء وهو بيحربه فطبعا ام شايل ابنه ده فقال انا لازم ان انا ادي له ابنه علشان يبعد عني فشال ابنه كده وروح حطه قدامه فقامت هي شايلة ابنها وقامت جارية وسايبها رفعة واقف في مكانه يعني ما ازيتوش خالص كل الخوف كان خوف على ابنها ماجي جات اهيا فرفعت بقى ام جاي ماسك ايديها وخارج بسرعة قبل ما المتفجرات تنفجر انفجرت اهيا وهو خدها ووقع هو وهي قدام باب المغارة وكده يعني حاس ان هو تخلص من قصار كل حاجة بتقذي يعني ورجعوا بقى للمكان اللي هو كان فيه المؤتمر وكده وبيسلم على صاحبه وسلموا على بعض وقعدوا بيقولوا طب اختار بقى كده كارت تاني فقام اختار كارت فبعدين بيشوف الكارت كده بيقولوا ده كارت انك هتفقد حد عزيز عليك بيقولوا هو ايدا قالوا والله مش عارف فرجع بقى وجدت صورة هوايدا فبيديله هو انترياء اللي طلع من الوردة فبيقولوا ما تخافش يا دكتور اده لها بس فهو اده لها فبدأت بقى ان هي تشيل من عليها الجهاز ده خالص وبدأت كده ان وشها يصح صح وعنيها بدأت تفتح هوا فبصيت له فلاقيته هو اول حد بصيت له يعني وبعدين جيت قلب بقى اختفى هو من قدامها وجدت هي صحية تهين يا ناقيفة بقى بتقول لها ما تتتدقيش يا هوايد ده رفعت كان خايف عليك يتدقين واهتمام وعمل علشانك ايه فسابتها كده وروح تقرى جواب فلقيته بيقول لها ان هو سابها واساب الزبلة بتاعته وان هو ماشي ودها ظهره ومشي من المستشفى تهت الحلقة الثالثة من ما وراء الطبيعة ويريد تشجعوني بقى لو عجبكم الحلقة بلايك وشير واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل كده فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة موسيقى